خميني هنا أرجع لأستاذ مارفر غالي وإحنا نتكلم مع أستاذ محفظ في أشغال نقطة مهمة جدا هناك الكثير من الفرق داخل الجماعة لكن الكل يتطفق على رؤية سياسية فهي جماعة سياسية بتستغل أعضاؤها لاختراق إذا كانت بقى فرق فكرية أو فقهية أو دينية مختلفة المهم إن الهدف واحد بس السؤال بقى الهدف دلوقتي يا أستاذ مارفر هو عايزين طيب أقول لحضرتك الحال إنت مش ملاحظ إن هم في موضوع لجنة العفو والموضوع الحوار اللي أطلقه السيد الرئيس إن هم عملوا هجمة كده دعائية وإعلامية كبيرة جدا على النصاتهم على الكلام ده ليه هم مش عاوزين العفو ليه مش عاوزين الشباب يعني يحصل في حوار والكلام ده عارف ليه؟ لإن هم مستفيدين من تلك الحالة في سبوبة مالية دي أولا لبعض القيادات ثانيا هم عاوزين الحالة دي على طول كده هو ليكون لفي السلطة لبلاش لتخرب الدين دواء دواء ولذلك العملية اللي حاصلة دين نهاردة في سينة تأتي في هذا السياق تأتي في هذا السياق وقف التنمية خلي بالك دي بالقرب من محطة أكبر محطة تحليب تتعامل لأهل سينة في بحر البقر فهو هنا بيعمل ايه؟ عاوز وقف التنمية في سينة هو مش من مصلحته تكون فيه تنمية في سينة مطلقة خالص والنهاردة الخطة اللي عامناها الدولة سيادة الرئيس ستمية مليار بتنفق على أهل السينة طرق استصلاح أراضي ستة موانب تتحدث مساكن زراعة تحليات مياه كل المشاريع دي هو مش عاوزه ولذلك هو عاوز يوقف طب يوقف عن طريق مين؟ عن طريق دول ولما تيجي تكلمه وقولك ايه؟ مش احنا وعلى الناحية الأخرى بعض العناصر منهم من جماعة يقعد يقولك ايه بقى دعاية أخرى مضادة دعاية سوداء مظلمة واخد بالك ان جيش السبب ان مش عارف ايه اتنين واخد بالك هذا التنظيم انت لو لا حصل ثلاث سنين اللي فاتت انت كنت تسمع عن عمليات زي كده خلص تقريبا لا منعدمة منعدمة ليه؟ لان من الفين وتونتاشر والعملية الشاملة اللي ان بها الجيش المصري استطاع بنجاح كبير جدا يفكك كل المجموعات الارهابية الموجودة في سين حتى كل القيادات ابو عقل انصاري ابو عبد الله مش عارف مين كل القيادات دلو كان مسكين للتنظيم كلهم قتل والاغلب هزي المجموعات تم تفكيكها واصبحت هناك عناصر شاردة هزي العناصر الشاردة مع عناصر اخوانية زي عمر الديب اللي قتل ده وغيره مع العناصر اللي بتجينا من الخارج تشوفت القيادة ابو جميل الغزاوي بسا قتل من شهري بنوه 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 كل الناس دي بتتجمع عشان تعمل نكاية في الدولة المصرية وعندهم عامل استراتيجي بدل ما يروح شمال يروح رايح جنوب يعمل فيك انت واخد بالك ليه لانه هو الموضوع متعلق بملفات اكبر مالفات سياسية واغلامية وغاز وغيره وغيره فانت بتلاحظ ان فيه عملية لاثبات الوجود واثهر الكيان انا موجود انا هعمل عملية زي كده وبيعملها لك في مكان بعيد غير المعتاد هي عملية خاطفة لو جيه في مكان مش هو مش موجود فيه اصلا مكانش موجود في المنطقة دي اصلا اخد بالك فجالك في المنطقة يضرب ويجري يضرب ويجري واطلع يجري عناصر مجموعة من الافراد واخد بالك مجموعة من الافراد وبعد كده بيتصاحبهم دعاية سوداء من جماعة الاخوان ومنصتها واخد بالك لان سينة والارهاب ومحدش عارف وقف الارهاب والكلام ده كله لازم هو يعمل كده هو عاوز يوقف عاوز يوقف الدولة المصرية الدولة المصرية طالما هو لا يحكمها يبقى لازم يوقف ووقحها قد الاخوان المسلمين ماذا تريد الاخوان المسلمين غير كده اختيار